كاس السوبر الافريقي بين الاهل والزمالك اتقال كلام كتير في الـ 48 ساعة اللي فاتت ان المطشاة هيتلاقى في قطر وان فيه عرض رسمي من السعودية وقطر الكافة على المستوى الرسمي لم يعلن العروض الرسمية اللي جات له جات له منين قالك ايه؟ عندنا عروض مهمة من منطقة الشرق الاوسط يعني يوسط ممكن تكون خليجية او حتى من مصر المعلومة الرسمية اللي عندي ان الاتحاد المصري بعت رسمي يطلب استضافة اللقاء سمكم من الليحة الليحة ان ملعب دور الابطال او الفريل فاس بدور الابطال هو ليا صديف المباراة دي ليحة ولكن الكافة دلوقتي ما بيبصش للاحة الكافة دلوقتي بيشوف مين الدولة اللي عايزة تصديف وهتدفع كام بجيب لك من الاخر اتحاد الكرة بعت وعايز يصديف الاتحاد عايز يصديف المطش امتى؟ في الفترة من 25-9 لـ 5 اكتوبر الاتحاد المصري عايز يصديف كاس السوبر الافريقي بين الاهل والزمالك في الفترة من 25-9 لـ 5 اكتوبر الدوري التمهيدي التاني للاهل والزمالك هيخلص يوم 22-9 والاجندة الدولية بتاعت اكتوبر لها تصفيات المؤهلة الكاس الأمم في المجرد تتلعب يوم 7 اكتوبر فالفراغي الوحيد ما بين دو ده في الفترة دي فالاتحاد المصري طلب يلعب البطولة في التوقيت ده هل الكافة تقرار؟ لا هل امبارح اتعارض على عضاء المكتب التنفيذي العروض اللي جات للاتحاد الافريقي؟ لا كلام بيتقال في الكواليس سيني في السعودية وفي قطر لكن المؤكد ان الاتحاد المصري بيعه معلوماتي ان الاتحاد الافريقي هو اللي عايز يروح لمنطقة الخليج العربي هو اللي عايز يجيب اكبر مكاسب مادية عشان تصرف على المسابقة هو اللي عايز يعلق قيمة المكافأة من 500 الف دولار ل700 و800 الف دولار ده اللي بيحصل فيه الكواليس وعشان كده مبارح ما اتخدش قرار ولسه فيه اجتماعات ومشاورات لعله وعسى ان الكاف يقدر يجيب فلوس كويسة لهذا اللقاء طب لو ما جابش مصر هتنظم في التوقيت اللي انا قلت لحضراتكم عليه طيب خبر تاني مهم جدا الناس تقولي طب ليه الاتحاد المصري قال للكاف لو هنظم هنظم في الفترة دي خدوا بقى خبر جديد قبل معايدوا باربع شهور الاتحاد المصري عايز ينظم في الامارات بالاتفاق مع الاشقاء في الامارات العربية المتحدة النسخة التانية من كأس السوبر للاندال ابطال في الفترة في النصف التاني من شهر اكتوبر من بدرة هو كأس السوبر للاندال ابطال اللي اتلعب في ديسمبر الماضي وللأهل فاس بالبطولة الاولى في النسخة الاولى على فيوتشر في المباراة النهائية النسخة التانية الاتحاد المصري عايز ينظمها في الامارات في النصف التاني من شهر اكتوبر امتى بعد الاجندة الدولية يعني في الفترة من 18 الى 31 اكتوبر ده التوقيت الاتحاد المصري عايز ينظم فيه بطولة السوبر في الامارات فبالتالي هو لما طلب من الكاف ان يلعب السوبر الافريقي في مصر يبقى في الفترة اللي ما بين 25-9 ل5 اكتوبر دي كل التفاصيل متعلقة بقصة كأس السوبر الافريقي القصة المتعلقة بكأس الامم الالف منذيال الاندية بكامل نجوم حاجة اخيرة